إذا كان الله ده السؤال بيقول في حسقيال كل إنسان يحمل خطيطه فكيف يصلب هو عن ناس تانين؟ في فرق بين الخطيئة أنا جوابت السؤال ده لكن هجاوبه تاني حبيبي في فرق بين الخطيئة والخطايا في فرق بين الخطيئة والخطايا الخطيئة هي المصنع والخطايا هي المنتج إحنا لم نرس خطايا آدم وحوّة لكن ورسنا خطيئة آدم وحوّة إيه هي الخطيئة؟ الأنا الإيجوسنترزم الأنا المتمركزة لما سقط آدم وحوّة الأنا تملكت عليهم هم اللي كانوا عايشين بالأنا بتاعت مين؟ أنت الله عشان كده لما جي طردهم الهوّزة الإنسان قد صار كواحد منا يعني خرج مننا خرج من السلوس الأخدس وبقى منفصل فالخطيئة الانفصال عن الله والاهتمام بالذات يعني أنا لا الله لما جي المسيح يسوع لما صلى في يحنى 17 قال له أيها الآب الذين أعطيتني أريد أن يكونوا واحد فينا يعني ربنا في تكوين يقول إنسان واحد منا فينا فلما أدخل في الله ألغي ذاتي وأقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي يعني أحيا بالذات الإلهية كلمة الذات الإلهية يعني بعقل الله طب عقل الله هي الكتاب المقدس الوصية أنا فيي كتاب اسمي كتاب الذاتي فإحنا ورسنا من قدم الخطيئة الطفل بيتولد من بطن أمه أول كلمة ينطقها أنا وأول تصرف يتصرفه هو الأنا يعني هالطفل مولود ليه خمس شهور بس ولا ثلاث شهور وأمه تشيل طفل تاني يعيط ويخرب الدنيا ليه أصدي أم أنا هالطفل بيلعب بلعبة وبعدين يركنها جنب الحير تقوله خد لعب باللعبة دي ويقولك لا مش عايز ييجي طفل تاني يمسك اللعبة يخرب الدنيا ده أول كلمة بينطقها طفل كلمة أنا من حبيبك أنا من حبيبي أنا فكلمة أنا هي دي الزات إحنا ورسنا الأنا أنت مولود من بطن أمك ورس من آدم الأنا وكلمة الأنا يعني معناها المثل البثق البعيد يقولك ما حكلك إلا دفرك يعني محدش ينفعك أنت غير نفسك يعني نفس اللي هتنفعني والنفس مش هتنفعه عشان كده أول حاجة ربنا اشترطها علينا عشان نؤمن بالمسيح إنك تنكر ذاتك تنكر الأنا وتتبعه تعيش بالأنا بتاعته بالأنا بتاعت الله فلما تيجي تقول في حسقيال اليهود فيهم الفهم الخاطئ إن إحنا ورسنا من آدم الخطايا لا الخطيئ عشان كده قال لهم كل واحد في حسقيال يخطئ يحسب على خطيطه يحسب على خطيطه لكن الخطيئة ليه حساب الطفل الصغير هسألك سؤال الطفل الصغير اللي سنه سنتين ويموت هل ده مات من أجل خطيئه لا ما أخطأش لسه ما أعرفش الخطيئ ومعلمات ليه لأنه مولود بالخطيئ اتولد من بطن أمه ومن صلب آدم عشان يقول كما في آدم يموت الجميع لكن في المسيح يسوع سيحيى الجميع كل واحد في ردك فالخطايا كل واحد مسؤول عن خطيات عشان كده هنقف ويجازي كل واحد كواحد بحسب أعماله لكن الخطيئة اللي جي المسيح يسوع يموت عنها اللي هي الأنا ولما يموت نعمل إيه نتولد ولادة تانية أصل الولادة الأولى تولدتها من آدم وفيها وراسة مدام فيه أبوه وأمومه يبقى وراسة يبقى أنا مدام اتولدت من آدم أنا دلوقت وارث الموت طب ونزم بإيه رح عمل لنا ولادة تانية ودي تدخلها بحريتك وتؤمن فيها بحريتك وهنا أنت تولدت الولادة التانية اللي هي في المسيح سيحيي الجميع لكن كل واحد في ردبته موسيقى